يستضيفه المستشار الألماني أولف شولتس أميرة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر ميزباق قرب برلين لإجراء محادثات تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية بين البلدين ونظرا لأن الدولة الخليجية الغنية بالطاقة تعتبر شريكا استراتيجيا مهما لألمانيا ومستثمرا رئيسيا في الاقتصاد الألماني تحظى هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات بأهمية بالغة المزيد في هذا التقرير إنه اللقاء الثاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بالمستشار الألماني أولف شولتس خلال عام واحد فما الذي يكمن خلف زيارة الأمير القطري الثانية إلى ألمانيا وما هي القضايا المطروحة على طاولة المحادثات في قصر الضياف ميزباق للحكومة الألمانية وهل ستجد قضية انتهاك حقوق الإنسان في قطر وقتا خلال هذه الزيارة القصيرة؟ أسئلة اختصرها موقع الحكومة الألمانية على الشبكة العنكبوتية في إعلان قصير عن الزيارة قبل بضعة أيام ذكر فيه أن المستشار الألماني سيستقبل أمير قطر في قصر ميزباق لتناول طعام الغداء وستتركز المحادثات على العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية والدولية في 22 نوفمبر من العام الماضي قال السفير القطري السابق في برلين الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود الثاني إن دولة قطر غدت واحدة من أهم الشركاء الدوليين لجمهورية ألمانيا الاتحادية وشريكا استراتيجيا لا يستهان به بالنسبة لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وأضاف السفير السابق أن ألمانيا تحتل المرتبة الثالثة بعد بريطانيا وفرنسا بين أكثر الدول الأوروبية استقطابا للاستثمارات القطرية بحجم استثمار يصل إلى نحو 25 مليار يورو يشمل قطاعات كثيرة أهمها السيارات والاتصالات والخدمات المصرفية إلا أن مجال الطاقة لسيام الغاز جعل الإمارة الخليجية محج الكثير من الساسة الألمان منذ أن أجبر غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من عامين برلين على البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي الفريق المرافق للأمير تميم في الزيارة الراهنة يشير أيضا إلى أهميتها الاقتصادية بالنسبة لبرلين إذ سيكون معه وزير الطاقة القطري ورئيس جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي الذي اشترى على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية حصصا في شركات ألمانية كبرى منها دويتش بانغ وفولكس باغن وشركة الطاقة RWA ومن بين الاستثمارات المحتملة على طاولة المحادثات شراء الدوحة لحصة في مصفات جفات الرئيسية في برلين من شركة روزنفات الروسية قطر برزت أيضا في الآوينة الأخيرة كوسيط مهم في الشرق الأوسط لا سيما بين حركة حماس وإسرائيل في الحرب الراهنة بينهما في قطاع غزة الفلسطيني فبخلاف الوسيطين الآخرين مصر والولايات المتحدة الذين لا تربطهما علاقة وثيقة مع الحركة الفلسطينية المدعومة من إيران تتمتع حماس بعلاقات قوية مع الدوحة التي تدعمها بقوة ولسيما ماليا كما أن لقطر علاقات متميزة مع إيران وكذلك مع حزب الله اللبناني والسؤال هنا هل يمكن لبرلين أن تسهم في دفع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإسرائيل؟ ولقطر أيضا دور محوري في عمليات ترحيل بعض اللاجئين والمهاجرين الأفغان من ألمانيا وكانت أول عملية توسط للدوحة بين برلين وحكومة طالبان قبل شهر تقريبا عندما أقلعت طائرة من ألمانيا إلى أفغانستان وعلى متنها 28 أفغانيا مدانا بجرائم وتجاوزات قانونية أما بالنسبة لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان والذي برز بقوة خلال استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل عامين ورغم تشكيك المنتقدين في أخلاقية هذه الزيارة فيرى كثير من الخبراء السياسيين أن القطريين يقدمون في النهاية خدمة للحكومة الألمانية وأن ملف حقوق الإنسان سيبقى على الأرجح في دروج طاولة المحادثات في ميزبرغ قرب برلين وللمزيد حول ذلك انضموا إلينا من استوديوهاتنا في برلين الزميل للصحفي عبد الرحمن عمار أهلا بك عبد الرحمن إذن زيارة أمير قطر إلى برلين اقتصادية بامتياز وهو الذي سبق وقال إن قطر شريك اقتصادي في غاية الأهمية بالنسبة لألمانيا ما مدى هذه الأهمية فعليا؟ العلاقات بين الدوحة وبرلين تقارب حوالي خمسين سنة اقتصاديا تميزت في العقود الماضية باستثمارات كبيرة جدا قطرية بملايير الدولارات في قطاعات حيوية جدا كقطاع الصناعة وقطاع الطاقة فيما يخص الطاقة فالغاز المسال ضروري ومهم جدا لست النقص الحاصر هنا في ألمانيا بعد توقف إمدادات الغاز الروسي وينظر إلى قطر أيضا كشريك اقتصادي مهم فيما يخص الطاقات المتجددة والقطاعات المصرفية والمالية وللجانب القطري كذلك فألمانيا هي بلد آمن للاستثمار وهناك تنافس كبير في هذا الصداد بين القطريين والإماراتيين والسعوديين طيب عبد الرحمن إضافة إلى الملفات الاقتصادية كان بالطبع ملف التصعيد في الشرق الأوسط حاضرا على جدول الزيارة وضعنا في التفاصيل وهنا تحديدا الرغبة ألمانية كدول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في أن تضغط قطر أكثر على قيادات حماس لدخول في هدنة وإحياء عملية تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي لكن قطر تقول بأنها بصدد تقييم علاقتها مع حركة حماس بعد الانتقادات والضغوطات التي تلقتها من أوروبا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تضغط بما يكفي على الحركة من أجل القبول بشروط إسرائيل لكن هنا الأمر يتوقف على من سيخلف يحيى السنوار في قيادة الجناح العسكري لحماس وأيضا قدرة قطر فعليا على إقناع الطرف الفلسطيني هنا حماس وقطر تريد أن يكون لها أيضا دور في المستقبل في غزة وفي الأراضي الفلسطينية ككل نجاح ذلك من عدمه ليس بيد القطريين بل بيد حماس والجانب الفلسطيني طيب عبد الرحمن بالرغم مما تقوله قطر حول إعادة تقييم العلاقات مع حماس يرى مراقبون أن وجهات النظر بين الدوحة وبرلين على طرفين قيد تماما فيما يخص التصعيد في الشرق الأوسط وتحديدا هذا النزاع بين إسرائيل وحماس هل يشكل هذا الخلاف تحديا أمام الطموحات نحو تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين كانت هناك الكثير من الأزمات في السابق حتى العلاقات القطرية مع أفغانستان وتحديدا مع طالبان كانت هناك خلافات وأيضا العلاقات القطرية الإيرانية كانت هناك وجهات نظر متبينة العلاقات القطرية الروسية كذلك لكن ذلك لم يؤثر يوما على التعاون الاقتصادي بل أن الاستثمارات القطرية زادت في ألمانيا والألمان يفصلون هنا بين الجانبين طبعا هناك من ينتقد هذه الاستراتيجية وينتقد كذلك عدم الإشارة إلى حتى مسألة حقوق الإنسان لأن الألمان والغرب يعرف أن أمام قطر بداء الأخرى أمامها الصين والهند وروسيا وحاجة الألمان والغرب لقطر أكثر من حاجة قطر إليهم فيما يخص التعاون الاقتصادي وبالتالي فإن فصل الجانبين الاقتصادي والسياسي سيبقى حقيقة في العلاقة بين البلدين وضحت الصورة كنت معنا مباشرة من برلين الزميل عبد الرحمن عمار شكرا لك ترجمة نانسي قنقر